السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتي من جديد ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولا أيها الإخوة الكرام نهاردة هنتكلم عن رؤية الهروب بعد الخطف قضية الاختطاف قضية إنك تتخطف وتهرب وإنك تتخطف ومش عارف تهرب أولا رؤية الهروب بعد الخطف اتخطفت وهربت رؤية تعتبر محمودة جدا ليه إن انت هتقع في مشكلة وهتزول أو إن انت عندك هم وأحزان وهيزول أو إن انت عندك كرب وفيه تفريج لهذا الكرب وفرج إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية ان انت مخطوف وانت في الحقيقة مديون هذه الرؤية تدل على التعسر في سداد هذا الدين ومع شديد الأسف لكن رؤية الهروب أحيانا اللي هو بالنسبة للمديون درائتان رؤية الهروب للمديون أحيانا تدل على سداد الدين بدليل أنه هرب مسألة مختلف فيها المديون لما يهرب أو إنه يتخطف ويهرب ونفس المعنى بس عند علم تاني هنا قال كن إن مديون ويتخطف أنا مش دعابه هروبه اتخطف تعصر في الدين الرأي التاني قال لا هو تخطف بس هرب ومديون يبقى يسد الدينه كل واحد يوقف مع كلمة هنا مخطوف اللي هو المديون وهنا إنه هرب رؤية الخطف للعزاب جميلة زواج ويا سلام لو البنت العزباء شافت إن هي تخطفت من بيتها معناها إيه واضح خطفت من بيتها يعني انتقلت لبيت زوجها فهذه الرؤية تدل على الزواج إن شاء الله رؤية الخطف من مكان العمل لو تاجر أرباح لو موظف ترقي في العمل إن شاء الله رؤية الخطف للزوجة تدل على التعرض لبعض المشاكل ومع شديد الأسف وإن هيبقى فيها عدم استقرار وحيانا تدل هذه الرؤية على إن في بعض الأشخاص يكرهونها ومع شديد الأسف نيجي بقى القضية القضايا قضية القضايا خطف الإب أو البنت أو ابني عموما أو بنتي شفتهم اتخطفوا في المنام هذه الرؤية لها معنيين ما لهمش ثالث الأول ماذا الخوف والقلق على أولادي ده المعنى الأول المعنى الثاني قد يكون هناك تعثر لأولادي في الدراسة تمام كده رؤية الخطفة في المنام أحيانا يفسر على إنه شيء مكروه لكن أنا دائما أميل للأراء اللي هي مبشرة فهناك حالات كما ذكرت الآن تدل على أن الخطف محمود وليس مذمون انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته